بخصوص القصة دي طبعا الحقيقة نجحت في كرة اليد كلاعب واسم كبير جدا جدا بعكية كإداري وكمدرب ومشوار طويلا جدا عايز عاف ايه سر نجاح منظومة كرة اليد بشكل عامل الحقيقة انا شاف انها عدوى لازم تتنقل لكل الاتحادات هو هو الحقيقة ميزة كرة اليد بشكل عام ان اللعبة تناولها متخصصين في البداية يعني المجموعة المدربين اللي اشتغلت في البداية كلهم من اساس الجماعات ومنهم ستة تعيين وبعد كده عمداء لكل الاترفيريا دي يعني مستوى عالي جدا انتم بسيطرين يا دكتور كمال على ما في الهند بول بالزات بسيطرين جاب ما هم بداية البداية كان استاذنا الكبير الله يرحمه الدكتور محمد فضالي هو اللي جاب اللعبة في مصر وبدأت اللعبة قبل ما تبتدي في الاندية بدأت في المدارس من خلال مدرس التربير يا ضي في السعادية وفي التوفيقية وفي الجيزة السنوية كمان الممارسة فيها كانت بتتم من خلال المتفوقين علميا ما نلاحظ ان ما شاء الله كله يا اما المهندس يا اما لا كمان ما كبره وزراء وعمداء كليات واساسات كبار في الجامعات المصرية في كليات طيب مجموعة كبيرة يعني حاليا من الناس الزمالك في مجموعة كبيرة رؤساء اقسام علمية وحاجات كده مشرفة جدا يعني يعني مش هنكمل بقى الباقي الناس كلها عارفين